كويتية مستحقة أقول علاقة لما أطلع بره أقول أنا كويتية تطالبين لجنة البدول بأنصف اللي لحق يأخذ الجنسية هذا ماكو كويتي طلبي اللي ما لحق يتعالجون مياه الدولة يتعاملون معهم بس نحن نقول إذا تكرر هالخطأ إذا طبعا التسلل بكل الدول الحين على افتراض إنه داشة ومجاميع شو سوون معهم ما ندري شنو الإجراءات شنو التدابير فيه أشياء انت شايفتها أو متلمستها فيه شي قادم داشة وانا من وراء هالتصريحات داشة 22 ألف هاي قراءات يعني 22 ألف هاي من قراءات وتصريحات وتصريحات جهات رسمية زين استاذة هم تطرقتين لماذا لا يعود الكويتيون اليهود لأوطانهم طبعا هذا اليهود لأوطانهم يعني احنا طبعا يعني شوف البحرين الملك حمد أنا حسة هذا رجل مؤمن يعني نصب الأخت يهودية في منصب سياسي مربوخ ما استصريحة شنو أقض اللي سوها البحرين اللي أشدت فيهم أنت قلت عودوا لأوطانكم لا 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 من اللي يقول عودوا لأوطانكم شيخ الغانم تقرر زيارة القدس لماذا لا يعود اليهود الكويتيون إيم وكويتي أنا اسمح لي لا تخليني أكمل يا تخليني أكمل اليهود موجودين بالبحرين اللي عينها الملك حمد يهودية سفيرة بحرينية وتعينت في البحرين وتعينت إيه موجودة بالبحرين وعينها بالبحرين نعم إذا إحنا عندنا على افتراض كويتي يهودي بسبب يعني الحراك السياسي السابق أو الأزمات السياسية انتقل ما يمنع أن يرده كويتي إحنا بس ما فيه أي قانون ينعمل أن يرجع أن يرجع إيه بس أحنا يقول ليش إيه بس هو يمكن يكون خايف أو يعتقد أن فيه قانون فيه يهود عنده أن يعاشي معنا واللي هم كريستهم واللي هم ذاهبهم شنو القلط في هذا قلت يعودون يعني أنت طالبين بعودتهم من الخارج يخلي عودون لأن إحنا نقبل الآخر طالما فيه كناس بالكويت وفيه كويتي مسيحي إذن إحنا نقبل الآخر ما عندنا مشكلة إذا أنا ما قبلت الآخر هي مو مشكلة بالآخر المشكلة فيني أنا مع تفعيل دورهم سياسي مثلا أو نعطيهم مراكز ومناصب هذا مفروض الأقليات إحنا خلص من مشاكلنا لا لا بس احترام الأديان والمذاهب هذا شيء ضروري والأديان محترمة عندنا والمذاهب والمذاهب أنا ما قلت مو محترمة أدري أستاذة أنا أشيد في كلامك مو عكس كلامك اطرقتي كذلك لقضية الجنوس قلتي قضية بالغة الحرج صحيح ما الحكمة أنت اتجهت لهذه القضية وتبنيتيها طبعا كان وقتها أعتقد أن ناشطة حاولت تتكلم عنهم في أحدى الغنوات أو أحدى هذا فكان أسلوبها يعني شو أنت مضابنا وياهم لا أنا ما طريقتها يعني ما يعني أنا أحترم الرأي الآخر بس كانت يعني ما كان الطريقة اللي أنا كنت أفضل وضحي أكثر عشان المشاهد توصل للمعلومة الصحيحة لا لا يعني كان كان طريقتها يعني وجهت لها انتقادات كثيرة على طريقتها إيه وجهت لها لأن يعني أنا ما أعتقد أنه أهمى ناس مظلومين نعم الجنس الآخر أو اللي إحنا نسميهم الجنوس أهما يعني وصل الرسالة إيه أوصلها أوه يكون عنده عيب خلقي أو يكون التربية يعني حتى لما تروح لهم الجنوس تسألهم يقول أنا مثلا قاعدتني أمي مع خواتي إيه التربية أوه ما لذنب أوه عيينة تشكلت وبالتالي صار تذي فإحنا المفروض أنه إحنا نوقف معاهم إذا كان في عيب خلقي على افتراض أنا أسمح لا إذا عيب خلقي اليوم في معاهم كحكومة كحكومة يعني إذا في عيب خلقي أنزين وما يقدر يستمر أن يكون رجل يعيش حياته مثلا إيه فليش يعني أوه عنده عيب خلقي يعني ممكن يروح الطبيب ويطلع للطبيب تقرير طبي ويروح على المحكمة ويقول لهذا تقرير الطبيب وانتهى الموضوع فيعني إحنا ما راح نكون يعني في عيوب خلقية كثيرة نتكبير هذه القضية عندنا عادية بالمجتمع الكويتي هي مو عادية إذا هو في عيب خلقي الله مو أنا أدري الله 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 سبحانه وتعالى يعني في مثلا يطلع جنين براسين يطلع جنين عنده هذه الله يعني هذه أنا ما أقدر أنا أعوذ بالله من كلمة أنا أتكلم أكثر من حقي إذا كان عنده عيب خلقي شنو المانع إنه هو مثلا ياخذ تقرير طبي ويتقدم في المحكمة بس سيد غبية باتر سيدة شيخة المحكمة وياخذ حكم من المحكمة إنه هو يقدر يروح يسوي عملية ويغير بس سيدة باتر يصير تغير الذكر صار أنثى والأنثى صار ذكر لا أنا ما أنا أنا قاعد أقول لك عيب خلقي أدري وشلون عرفه أن هذا عيب خلقي الدكتور يغرر الدكتور يطلع يقول هذا لديه جينات ذكورية أكثر بس اللي قاعد أشوفه أنثى اللي جدا أنا لازم أنا أنا قاعد أجاوب وهو موضوع يعني أنت تبقى تسوي جدل فيه هو ما فيه جدل أنا قاعد أقول لك قاعد أقول لك إذا فيه قاعد أحدد إذا فيه عيب خلقي يعطي الطبيب تقرير ويتقدم إلى المحكمة وتعطي المحكمة أمر وممكن يصير أمر طبيعي ويغير اسمه ويتم كل الإجراءات إذا كانت بالتربية إحنا راح نحاول نوجهه فيه يعني يروح بمصحات يعالجونه كثيراً لدينا المجتمع أنا أستاذة يعني أنا ما أثبت وايد أنا ما قبل أن أعرف هذا لا لا يعني إحنا ما نبي التحقير لأي شخص يعني أنا أتمنى لهم الشفاء العاجل إذا كان أهو يعني ممكن يعالج بالطرق لهذا لكن التجريح فيهم وهذا قدره ما جرحنا لا لا أنا أقصد أنه نقول هذه القضية بناء على تصريحك سألتك على تصريحك خلتيها أولوية عندك إحنا نقول ننبذ هذه الشغلة إذا كان من الله عامل مثلا وراثي هذا اللي قاعد أقوله نقول الله يكونوا بعونه الله يكون والله يشافي هذا مرض إن شاء الله تمنى للشفاء ساعة للشق الثاني منه إذا كانت من التربية ومن أهله فهو ما لذنب وهو الطفل مثل العجينة تشكله فليش أنا أقط اللوم عليه وهو ياهل تشكل بهالطريقة إذن من باب أولى أنا أروح أعالجه أودي مصحات أعالجه إذا فيه رجع أكيد فيه رجع ويكون بطريقة سرية للحكومة تعالج بطريقتها السرية الطالبين تفعيل دور الإسرائي من خلال حل هذه الظاهرة كذلك الحكومة يكون لها دور في القضاء على هذه الظاهرة وحلها إيه يعني إيه ممكن ليش لا يعني ساعدونها وأهم شيء إنما يعني تعامل إنسان طبيعي وتبتدي لا تخليك إيش منك أستاذ الشيخ نريد أن نتطرق الموضوع الثاني أنا لاحظت من خلال برنامجك الانتخابي أو أبرز ملامح البرنامج الانتخابي ما لاحظت إيش تطرقتي إلى المرأة بلى مجرد تفعيل دور المرأة وتطرقتي إلى البدون ليش ما تطرقتي إلى أبناء الكويتية مثلا يهذا ما نقدر إحنا بهذا لأنه وايد البرنامج فما أقدر مثلا يعني ما في مكان يعني غصب شلنا ترى منه عشان يكفي نحن نكمل على تصاريحك شيخ الغانم فيصل المسلم مثلس وفاضي ومعارف وين الله حاطه يهذا طبعا أنا الأسامي ما أذكرها عادة فيصل المسلم يهذا فعله ووقت الانتخابات فعله والموضوع وأنا أرفض ذكر الأسماء أنا أشوف لي الحين أكثر من اللقاء ما أذكر أسماء أنا بس أهم ووقت الانتخابات تصريح لك رسمي أستاذ إي إي أوكي هذا في أشياء أنا في وايد إذا في مؤتمر صحفي في أشياء أنا مو قايلتها وليه زين أوكي بدون تذكر أسماء أنت حاسم ما قلت لا ما قلت شي السبب قلتك هذه أنا إنه شنو إنه مفلس وفاضي ما قلت هذا تصريح أستاذ إنه ما قلت إنه كل الجراد يكتبون لا لا ما قلت يخطون كلام إنتي ما قلت ما ما أذكر إني قلت أنا أهديلك هذا التصريح وعلى راحتك إنتي شوفي على راحتك إن شاء الله ناصر كذلك أستاذة شيخة تطرقتي في أحدث صاريحك إلى الإصلاح السياسي طالبتي بالإصلاح السياسي وله الحين أطالب بالإصلاح السياسي شنو الخلل اللي أنتي شايفته طبعاً الخلل والإصلاح وين تبينا بالضبط يعني الإصلاح السياسي أنا دائماً هذا وايد مهم وايد مهم لأنه إحنا راح نحل مشاكل كثيرة فيها وهو أهم شيء إنه إحنا نتكلم عن هرم الإصلاحي نعم أنا طبعاً رأس الهرم الإصلاحي عندي الإصلاح السياسي نعم هو اللي قاعد يطلع لك الحين أعضاء مجلس الأمة هذا الحراك مهم نعم مهم هذا اللي راح يوصلون راح يقررون بمصير أهل الكويت نعم فشنو أهميتهم أهميتهم كبيرة أنسي أنا الحين محتاجة أول شيء طبعاً الثقافات هنا تختلف في واحد يعني طبعاً ولله الحمد بس الكثير الكثير منهم مثقفين يعني الطالبين بتعديل قانون الانتخابات لا لا يقرأ يكتب 50 دينار تعديل قانون الانتخابات هم طبعاً لازم عشان ما أنسى هذه بس راح أرد على هذا قانون الانتخابات انزين طبعاً أنا أحس الغاز أقرأ الغاز عشان تي تستند على شيء الغاز شلون الغاز الغاز شلون الغاز الغاز اللغز أهو انزين لكن إذا رحت إذا أهمى عطونا القرارات مع التعاميم ممكن نفهم لكن أن أنا عندي قانون الانتخاب من غير قرارات تنظيمية والتعاميم إذن هذا بالنسبة لي لغز واحتاج أحد يفسر لي حتى لو توديه حق مستشار قانوني بيقول لك يعني ممكن أنا أستند على هالمادة إذن إحنا محتاجين أن تنشر القرارات مع التعاميم ترفق مع قانون الانتخاب هذا محتاجين مهم لما إحنا نروح حق الإصلاح السياسي الإصلاح السياسي أنا أتكلم يعني طبعا فيه تعدد الأحزاب وهو العامود الفقري للديمقراطية هذه مهمة أن أنت ديمقراطيتك من غير عامود فقري هذا شيء جدا مهم تخيل سياسة يعني تخيل أي جسم من غير عامود فقري الوقت الحالي يساعد على أشهر الأحزاب إيه بس خلأ أكمل لك لو تسمح لي طبعا أهمة إذا كان تعدد الأحزاب وهو العامود الفقري للديمقراطية إذن هذا صار الحزب مهم الأحزاب تعددها صار مهم لكن أنا اللي أشوفها من زياراتي وشذي وهذا هم دائما يعني يشوفون الأحزاب بالدول العربية ويعتقدون طبعا إنه فشلت طبعا الحزب هو الحزب قانون والطبقة ممكن تنجح فيه ممكن هذا فيه بيعتمد على شنو أنت إحنا نختلف عن البعض إذا كان كنا فترة إحنا عزفنا طبعا هم ليش فشلت عندهم الأحزاب لأنه هم يعزفون سنفونية الطائفية وتسييس الدين نعم الطائفية نعم وتسييس الدين وأسباب أخرى هذا أدى إلى فشل الأحزاب أتوقع أستاذ الشيخ الوقت الحالي ما يساعد أن نكون الأحزاب لازم أي وضع أفضل من الوضع أنت كل هالتجاوزات اللي أنا قاعدة أقولها الحين لا تنظم ما في شيء تنظم ما تقول موزين بس هم الحين حتى لو نلاحظ أنه قاعد يطالبون يعني أنه يكون رئيس مجلس الوزراء شعبي هذا موجود بالدستور الدستور ما قاعد ما حدد نعم هما ما تجاوزوا بس الوقت هذا ما يساعد يعني أنه يكون رئيس وزراء شعبي تكوين أحزاب يعني أنا 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 قاعدة طالب أكثر من شيء أنا قاعدة أطالب بالحكومة المنتخبة والدائرة الوحدة إذن إغرار قانون الأحزاب هذا مهم نعم لازم شيء تنظم الفوضى هذه ما تخدم أحد رح تقضي على مواهر كلها الفوضى هذه قاعدة توصل لك اللي وصلوا لك من المجالس السادقة ورح يستمرون تبين رئيس مجلس الوزراء شعبي أنا مو أبي يعني أنا أفضل يعني إحنا يعني ممكن نجرب ممكن نجرب يعني جربنا من الإسرة إذا إذا بس إحنا شنو خلينا أول شيء الآن مو مو الضروري رئيس مجلس وزراء شعبي خلنا أخذها خطوة خطوة بس عشان الوقت يوفي الخطوة الأولى أغرار قانون الأحزاب أثنين تفسير وتوضيح المادة الرابعة من الدستور اللي تقول كويت إمارة بورثة بذرية المغفور للشيخ مبارك الصباح إذن هذه تحتاج إلى تفسير وتوضيح وترتيب بيت الحكم والصفوف وراح نستند على المادة 174 و175 من الدستور لتحقيق العدالة والمساواة طالب في الدائرة الواحدة والحكومة المنتخبة أربعة استقلالية القضاء خمسة طبعاً عدم توريث القطاع الرياضي بالكويت الآن عندنا فوضى سياسية قاعد تحصل بوجهة نظرك إذن خرد عنوياك في لقاء لك قبل كم يوم في أحدى القضائيات صرحتي تمنعين التوريث الرياضي توني قلتها أوكي ولا أي قطاع ثاني إحنا ارتضينا بالمادة أنا قاعد أمهد معاك حب حب آخر جزئية 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 لين وصلت الجزئية معاك إحنا ارتضينا بالمادة الرابعة من الدستور وتوريث الإمارة وهذا شيء إحنا يعني ارتضينا فيه ودائماً أقول الضفر ما يطلع من اللحم وإحنا هالأسرار ما ممكن نلقى أحسن منها إحنا محظوظين بهالأسرار كلامك طيب ولا أحلم منها بس خلنا نتكلم عن الواقع اللي أنت تحكيت الواقع واحد دقيقة ترجمة نانسي قنقر